بسم الله الرحمن الرحيم وبعد الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أما بعد أتمنى أن تكونوا بإسلحة جيدة وحفظكم الرحمن من كل داء ووباء اليوم تكلموا على قانون جديد في إيطاليا قانون عقود العمل هذا القانون الذي نحسب 2022 وهذا القانون لصدق الحكومة الإيطالية يسمى ديكريتو فلوسي هذا يمنح كثير من الناس عقود العمل في بعض المهن المطلوبة أنا نتكلموا على هذا المهن المطلوبة لهذا هذا العقود ويبقى معي حتى الأخير الفيديو باش تستفيد وتعرف على جميع المستجدات مهم نطلوب لكم تدعمونا بلايك وأبوني وتفعروا جرس شكرا لكم أنا كان نبدلوا مجهود كبير نجيبوا معلومات باش تدعمونا بلايك باش تدعمونا بلايك نتكلموا بلايك بلايك نتكلموا بلايك وفرنسا وإيطاليا بعدما تكلمنا بلايك فرنسا نتكلموا بإيطاليا هذا القانون يخرج إن شاء الله في مارس 2022 إن صاف الحكومة ستقطع لي حوالي 80 ألف عقد عمل ويتكون المهن ويتكون المهن وقد أهد للقانون إحدى الحكومة والصحف إيطالي إن صحف إيطالي ينشر القانون نريحة الكامير نريحة الكامير نريحة تلتحت من الحكومة وفينا هذا الصمصار والفمي والعائلة التي يأتي بالكونترا دين وحضر روابط ما فين يعمر الورقان دون مونت دين كونترا ومعين هناك روابط تحت تعودة دين الخدمة في إيطاليا اللي إنسان يتسكى الله يشوف مهم المهن المطلوبة اللي لها بزاف الضغط في إيطاليا وعندها النقص من أهمهم هي السياحة ما يقولوا بإيطاليا سيكتور دي توريزمو أنا ما خمنا نظر شيء إيطاليا كنتكلمها شوية كنتفهمها سيطور دي توريزمو إن دي السياحة في الفندقة والريستورات والريستورات وما جاء وراه ما قد حد هذا الإيزوتيل إن إيطاليا تعتمد كثيرا على السياحة حلاش عندها وحدة طبيعة خلابة وهي كالطيطة اللي عملها بالجبال وعندها بزاف الجزور والبحار ومعروفة بسياحة هذه المهنة السياحة والفندقة سيكون لها طالب بزاف وثاني مهنة اللي عليها الطالب ولا ستكون تأخذ حصة أسد هي الفلاحة كما تعرفوا يا إخواني الفلاحة مع هذا وباء كورونا عندهم خصائص كبير في العاملة خاصهم من نسب بزاف الذين يخدمون في الفلاحة لأن الناس الذين يأتي ويخدمون كونترات في الفلاحة أغلب يديرهم كيف يتحصر الوراق لا يخدم في الفلاحة يمشي للمهن الأخرى في الربح كثير وكذلك يتبع صنع عن تعو إنكم كما تعرفوا أخير الفلاحة قصحة بزاف رأي إيطاليا تعرف برد خارس خارس جدا أنا أعرف ها بزاف إيطاليا خدمت فيها في واحد البرد فيها مطقة شعبالية كثيرة يسمي كونها الدول سهلة والمطار فيها بزاف ديما يخدم في المطار على ذلك الفلاحة ديما فيها النقص وخيجبوه أوروبا الشرقية ما يخدمو لهم كيف يخدمو هالمغاربة والمصريين والتونسيين والجزائريين ومالي يخدموا الفلاحة بزاف وزائد الأفارقة التي يخدموها وأسيويين وغيرتكون هذه الوصول سيكون سلاوة تجيب الوصول وإنسان ما يخلق شعطين الفلوس لشي واحد ولا شي حتى تجيه تأخذ الفيزا المهنة الثالثة التي ستكون عليها طالب كثير وهي كذلك مساعدين اجتماعيين أي الناس الذين يقابلوا مسنين فضال عجازة هذه نساء والرجال يعني الرجال يقابلون الرجال والنساء قابلون النساء ويقوم مختلط مهنة يطلبوا في هذه ديبلوم هذه وكال الذين يطلبوا وحد ديبلوم بحالة 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 رملي ويقوم بحالة وليدون المهنة الفرماس ويطلبوا مهنة أهدي أغنبي يطلبوا فيها ديبلوم 100% لأن هذه الناس تتصرف معهم ويخدم معهم وكال نعود خطاء البناء خطاء البناء يعني يعني إيطاليا رامع روف ببناء ويخدم كثير من العاملة وهذه الخطاء البناء توقيت تكون فيه وفي نقر الكونترات مهنة بعد السياحة والفلاح والبناء وقلنا على مساعد الاجتماعيين وكين عود النقل بكل أنواع الشاحنة الصغيرة أو الكبيرة سوف تحتمو عقود عمل لديه بيرمي أنا قد أدرك لكم هنا في الفيديو الصفحة الحكومية والموقع هيا الأسترو لفورو والعمل حوز العدل هذا والموقع الذي ترى حاليا هيا الموقع هذا يجب الشوكولات لديه لديه أوراق عبر الانترنت السيغير الموقع سيغير الموقع الفرنسي سيغير الموقع الموقع لديكم الرابعة التحت ونتكلم على الرموك اللي عنده بيرمية أنا في فرنسا في طريق يقول بيرمية وانتع السي يقولوا تشي بجميع أنواع ومعنا مطلوبين مستغير كبير وكان بزاف أخواني ما بتكلموش اليوم شي ميهان وهذا العقود العمل سوف تبدأ في شرط 3 تسجيل وليدون موند ولي عنده شائلة ولي عنده في إيطاليا إله ده الله يتفال كونترا يشوف لك كونترا إنسان يخدمونها وبدأ قائمة دول معنية يقبلوهم كين دول يقبلوهم كونترا مهمة دول العربية المهمة الجزائر مهمة المغرب والجزائر وتونس ومصر هذة هم الدول العربية وعادة كين دول إسلامية باكستان وبنغلاديش ومخدونيا البانيا البوسنة وهرسك والسينيغال وماجه وراهما سودان ومحنا هذة هم المهمة المغرب الجزائر تونس ومصر هذو فلا ليست عندهم الحق يديرون دوموند والحكومة الإيطالية سادخت على 80 ألف عقد عمل يعني كانت الحكومة تعالى في 2021 كانت حكومة عنصرية سالفيني كانت حكومة وكانت حكومة في 2022 سادخت 80 ألف ومعارضة قد تلقى 30 ألف يعني حميت لإيطاليا ولم يديرون كثيرا وكانت حكومة وكانت حكومة فلوسي غادي يديرون مع تسوية تسوية اللي عندهم عقد عمل في إيطاليا اللي مدرش الأوراق غادي يعطوهم الأوراق في إيطاليا الناس اللي رامتهمها عندهم البروفات عندهم البروف عندهم أقدامية عندهم عقد عمل احتوهم غادي يستفدوا من هاتتسوية والحمد لله وهانئا للناس المغرب العربي على هذا كونترات إن شاء الله والله يصير على كل واحد ونطلبوا الله سبحانه وتعالى لفيها الخير يجيبها الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما تنساش دير لايك وتفعل الجرس وتشترك القناة